أوقات كتيرة بتجي ترفع فيديوهات على اليوتيوب وتلاقي نفسها بتكرر نفس الخطوات كل مرة طيب ليه ضايع وقتك مفيش طريقة تثبت بيها الإعدادات دي وتعملها مرة واحدة وبعد كده يبقى بسهولة ترفع كل فيديو وبشكل أسرع ويكون إنتاجك أفضل وكمان بتدخل قنوات كبيرة بتلاقي إن هي منظمة وحطين قوام التشغيل بتاعتهم وحطين الفيديو اللي بيعرض القناة وحاجات كتيرة ممكن تكون أنت مش عارف تعملها إزاي في القناة بتاعتك أو عاملها بشكل غلط وعشان كده اللي هتتعلمه في فيديو النهاردة كلام مهم جدا جدا هو ترتيب قناتك وإعدادات تلقائية بتعملها في القناة تسهل عليك سرعة الرفع وكمان تخلي قناتك شكلها احترافية زي أي قناة احترافية موجودة على اليوتيوب ده الفيديو التاسع من سلسلة يوتيوب AI بالهاتف بتاعك بدون ظهور السلسلة كلها هتكون موجودة بالترتيب في علامة AI هنا وهتكون موجودة في صندوق الوصف وتقدر تنضم القناة التليجرام عشان تشارك شغلك اللي بتشوفه في الفيديوهات دي ولو أنت بعد الفطار وراء وقلم كوباية الناس كافي بتاعتك ويلا بينا يلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم لو اقول مرة تشوفني أنا أحمد ممدوح والقناة بتحتمل تطوير مهارتك في صناعة المحتوى عشان يكون عندك بيزنس اونلاين لو مهتم بالمجال ده ممكن شوف الفيديوهات اللي موجودة في القناة وإن شاء الله تعجبك وتشترك معنا لو أنت مهتم بكرييتور سكول متابعة مننا لمدة سنة لإنشاء بيزنس اونلاين قائم على صناعة المحتوى والزكاء الاصطناعي عليها عرض قوي جدا في رمضان تواصل مع فريق العمل عن طريق الواتساب اللي موجود فيه سندوق الوصف طيب إيه أهمية الإعدادات اللي احنا نتعلمها في الفيديو ده انت بتدخل قنوات كتيرة بتلاقي إن القناة مرتبة وإيه أماكن الفيديوهات محطوطة بشكل صح وحطين قوام تشغيل وحطت فيديو أول ما تفتح القناة الكلام ده بيفرق جدا مع أي حد بيدخل القناة الأول مرة وبيحس إن صاحب القناة ده مهتم بيها جدا وبالتالي بيكون عنده رغبة في الاشتراك فأنت لازم تعمل الإعدادات دي بشكل صح في القناة بتاعتك هندخل على الموبايل نشوف الإعدادات من الموبايل سريعا وبعد كده هنكمل على الكمبيوتر عشان الشاشة تكون أكبر والناس تقدر تفهم كل الخطوات بشكل صحيح طيب ندخل على الموبايل كده إنت لو دخلت على تطبيق اليوتيوب أو الواي تي ستوديو هتلاقي بعض الإعدادات دي موجودة لكن مش كلها فالصح إن انت تدخل عن طريق جوجل كروم شرحنا أكتر من مرة بس عشان الفيديو يكون متكامل خلينا نشوف إحنا بندخل إزاي الطريقة الصحيحة دلوقتي انت بتكتب studio.youtube.com تمام؟ وبعدين بتختار من هنا طلب موقع سطح المكتب أو request desktop site تمام؟ حيقول لك تنزل تطبيق اليوتيوب اليوتيوب ستوديو قل له لأ تمام؟ وبعد كده بتدخل بحساب الجيميل بتاعك انت كده دخلت على القناة بتاعتك طيب إيه الإعدادات اللي المفروض تعملها لو نزلت تحت كده هتلاقي علامة ترس صغيرة هتضغط عليها وبكده انت دخلت على كل إعدادات القناة اللي المفروض تعملها إعدادات تلقائية تساعدك في رفع الفيديوهات بشكل أسرع خلينا نروح على الكمبيوتر الشاشة أكبر انت نفس الخطوات بالزبط تقدر تطبقها على الوجهة اللي احنا دخلنا عليها دلوقتي طيب أدخل على القناة بقى إزاي واشوف موضوع الإعدادات دي إزاي عن طريق الكمبيوتر تمام؟ احنا موجودين على الموبايل نفس الخطوات بالزبط نقدر نعملها من هنا انت موجود على القناة بتاعتك بتضغط هنا على استوديو اليوتيوب بتضغط على الايكون بتاعت القناة وبعد كده استوديو يوتيوب تمام؟ بتنزل تحت هنا كده وبتلاقي الإعدادات تمام؟ بيفتح لك الإعدادات دي طبعا الإعدادات المهمة بس اللي هنتكلم عليها لو دخلنا على القناة هنا هتلاقي ان انت تختار دولة القناة انت تختار الدولة اللي انت موجود فيها وهنا الكلمات المفتاحية وتقدر تروح للتشات جي بي تي تقول له اكتب لي كلمات مفتاحية لها علاقة بالترند وقوية لقناة خاصة بالتكنولوجيا واسم قناتي كذا 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 تمام؟ هيبدأ التشات جي بي تي اكتبها لك تحط الكلمات المفتاحية دي دي اللي بتعرف اليوتيوب قناتك عبارة عن ايه ويقدر يرشحها لناس مهتمين بالمحتوى بتاعك تمام؟ من ضمن الاعدادات المتقدمة موضوع اختيار ان الفيديو اللي انت بتعمله والفيديوهات اللي في القناة مخصصة للأطفال ولا لا الخيار اللي في النص ده معناه ان هي غير مخصصة للأطفال وبالتالي مش هيسألك كل مرة الفيديو ده مخصص للأطفال ولا لا الاختيار الاول معناه القناة مخصصة للأطفال وده طبعا لو قناتك خاصة بالأطفال الاختيار التالت معناه ان كل فيديو يشايك عليه لو انت الفيديوهات بتاعتك منوعة طبعا مش كل مرة هيسألك لو انت اخترت الخيار ده تمام الاعدادات اللي بعد كده مش مهمة قوي خلينا نشوف الاعداد ده ده اللي مهم جدا اللي هو اعدادات التلقائية لتحميل الفيديو انت هنا ممكن تكتب عنوان لكل الفيديوهات لو انت بتحط كلمة سابتة عشان مش كل مرة تكتبها ومن هنا الوصف تحط كل وسائل التواصل الاجتماعي والهاشتاجات والحاجات اللي انت بتستخدمها مش كل مرة تكرر الكلام ده وده هيصرع معك جدا وانت بترفع الفيديوهات ومن هنا تختار خاص او علني طبعا انا لا افضل علني خاص او غير مدرج عشان الفيديو لما يترفع يترفع يكون خاص وبعد كده انت تبقى تعمله علني ليه المفروض تعمل كده لان الفيديو بيترفع بس دي بجودة قليلة جدا فلو ترفع على طول واثنشر فبيظهر بجودة سيئة جدا للناس والناس ما تبقاش عارفة السبب تمام فانت خليه خاص او غير مدرج تمام من هنا العلامات ممكن تحط بعض الكلمات المفتاحية اللي انت بتستخدمها في كل الفيديوهات وانا افضل اسم القناة يكون موجود وحاجة مميزة في المحتوى بتاعك وتثبتهم بحيث كل ما ترفع فيديو الاعدادات دي تكون موجودة طبعا من ضمن الاعدادات المتقدمة ترخيص اليوتيوب سيبه زي ما هو الاشخاص والمدونات دي هنتكلم عنها انت الفئة بتاعت الفيديوهات بتاعتك ايه هنتكلم عنها في فيديو تاني اللغة بتاعت الفيديوهات المفروض تختارها الحاجات دي بقى مش تحتاج تختارها كل مرة طبعا لو انت اللغة العربية تختار اللغة العربية موضوع بلا شهادة سيبه العنوان والوصف في اختيار اللغة بتاعته طبعا هتخليها عربية حسب قناتك والتعليقات تسيبها تفعيل وكده انت زبطت الاعدادات دي هتصرع معاك جدا موضوع الازونات والاشراف على المنتدى والاتفاقيات دي حاجات مش مهمة بالنسبة لنا دلوقتي لكن دي اعدادات مهمة جدا لازم تعملها في القناة بتاعتك ما تمشيش لو انت موجود معايا لحد هنا انزل اشترك عشان اكيد انت انسيت واعمل لايك ورجع لي تاقي طيب دلوقتي ازاي بقى واجهة القناة تكون احترافية يعني انت لما بدخل على القناة بلاقي ان في فيديو بيتكلم عن محتوى القناة بلاقي فيه قوام تشغيل الكلام ده اعمله ازاي انت لو دخلت على القناة هنا على الاعدادات بتاعتك وعلى التخصيص تمام هتلاقي ان انت تقدر ان انت طبعا الحاجات دي احنا تكلمنا عنها في فيديوهات فاتت هتلاقي ان انت تقدر تخصص شكل القناة هنا علامات تبويب الصفحة تقدر انت تحط مقطع دعائي يظهر في اول الصفحة تمام تقدر ان انت كمان تحط قوام تشغيل بتقدر تضفه من هنا وبعد ما بتخلص بتضغط على نشر تمام فيديوهات مميزة تقدر كمان تحرك ما بين الحاجات دي يعني انت اللي انت عايز تحركه بتحط ده الاول تحط ده بعد كده قوام التشغيل تحط الفيديوهات القصيرة اهم حاجات موجودة عندك في القناة تبدأ تحطها في الوجهة عشان تبقى بالوجهة بالشكل ده لما انا ادخل كزائر للقناة الاقيها بتبوابها بالشكل ده ولاقي كمان في فيديو دعائي موجود في القناة وقوام التشغيل والفيديوهات الاكسر انتشارا ولو انت بترشح قناة من القنوات طب ارشح قناة من القنوات ممكن تكون القناة دي خاصة بيك بتضغط على اضافة قسم بتختار من هنا القنوات المميزة ومن داخل القنوات المميزة بتبدأ تحط روابط القنوات اللي انت عايز ترشحها وبالتالي بتظهر معاك في وجهة القناة بالشكل ده وطبعا لو انت عندك المنشورات كمان من هنا ده هتكون داخل المنتدى تقدر تعمل نشر داخل المنتدى وده مهم جدا هنتكلم عنه ان شاء الله في فيديو منفصل وبس كده معلم بقى عندك اعدادات احترافية على القناة بتاعتك اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي حيطلع هنا لما ينزل ازاي تضيف علامة الاشتراك على كل فيديوهاتك لان ده برضو طريقة احترافية جدا ولو عايز تشوف كل فيديوهات السلسلة هتلاقي تطلع هنا شكرا ليكم سلام موسيقى موسيقى